تفضل أنا كأب أو كأخ إزاي أفرق بين أن أنا يعني أعمل توزن بين أن أنا عدم تدخل في حياة القصة يعني كأخت أو كزوجة بحيث أن أنا ما أتحكمش فيها تحيث تعيش تجربتها وبين أن أنا أسيبها وطنش يعني أسيب الحبل عالسايم يعني أعمل توزن من التدخل ما قاليش تسيب الحبل عالسايم قال لي حاجات كتيرة جدا من ضمنها التربية والتربية دي معناها أني واخد بالي مني أنه تملي النصيح الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر إيقاع حتى العقوبة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة مع الشخص المناسب فأنا في الأسرة مع ابني أو مع بنتي أنا مش سايب الأمور كده على الحرية المطلقة أنا سايبها مع رعاية وعناية ونصيحة وتربية وأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر فلا يا سيدي ما تسيبش الأمور والطنش لا مش الطناش العفو والمغفرة على فكرة مش طناش ده العفو والمغفرة حاجة إيجابية صعبة للوصول إليها إنما الطفل أو الأبن أو الأخ أو الأخت أو الأمرأة تملي كان يتعهدنا بالنصيحة كان يتعهدنا بالموعظة لازم طول النهار نتكلم عن هذه المعاني العليا لازم طول النهار نتكلم عن العفاف وعن الحنان وعن الأمان وعن الحب وعن التواضع وعن العبادة وعن الطاعة وعن الحاجات دي كلها لابد إن احنا نتكلم لنهار 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 ليه فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكرى أمر مأمور بيه إن احنا نذكر دائما وإن احنا نقول ونعيد ونأمر بالمعروف وننعن المنكر ونوجه ونربي فيه سؤال تاني هتفضل